سبعة فرل على كل حبائيبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله يكون قدام التراجي التونسي الساعة 9 بالليل هنا على ملعبنا في إياب نص نهائي دور الأبطال بعد ما حسبنا مباراة ازهاب على ملعب رادس بصعوبة جديدة جدا بسبب الأجواء بهدف دون رد وكنا نستحق أكتر من كده لكن إحنا راضيين بالهدف ده والنهاردة إن شاء الله بقى نأكد تفوقنا ده مع كل الحزر من فرقة التراجي في إياب نص النهائي عشان نوصل للنهائي للموسم الثاني على التوالي ونحقق اللقب العاشر اللي كلنا مستنينه يلا بينا حياة ماتش النهاردة مش ماتش عادي خالص عشان نتكلم عنه عن التشكيل والغيابات واللي موجودين واللي مش موجودين إحنا كده كده كلنا ثقة في فرقتنا اللي بتدت تبان شخصيتها عايزة أقول لكم يا جماعة إن الأجيال الدهبية ما بتتوليتش وليدة الصدفة أو اللحظة اللي هم فيها أو بالأسامي أو بإيميتهم ونجوميتهم يعني مثلا في شباب صغير لسه ما شافش أو الشباب الصغير ده كان لسه ما شافش الجيل التاريخي بتاع بوتريكا ومتعب اللي كلنا بندعيله وبركات والأسامي الكبيرة جدا دي ومعاهم الدهيا من مانو الجزيه عايزة أقول لكم يا جماعة إن الفريق دوت ما تكونش عشان هو مع العيبة جامدة ولا عشان المدير الفني جامد ولا كمان عشان جمهورنا هو الأكبر والأقوى في القرى الصمراء لا الجيل ده اتولد بمواقف ولحظات حاسمة قدر إن هما كل اللعيبة تبين شخصيتها وتبين قد إيه هما لعيبة جبار عايزة أقول لكم إن في مطش الترجي اللي فات في مباراة الزهاب على ملعب رادس الأجواء كانت صعبة جدا قبل بداية المباراة وفيه غاز بيتضرب في الملعب غاز مسل الدموع على الجماهير وسط ملعبتنا بتسخن والحقيقة يعني اللعيبة تعرضت كده لاختناء وخرجوا بره الملعب وإحنا كنا قاعدين هنا في مصر مش عارفين اللي بيحصل الحقيقة كابتن محمود الخطيب تواصل مع كابتن سيد عبدالخفيز وبدأوا يدرسوا الموقف يا جماعة إيه هنلعب ولا مش هنلعب طب إنتوا قادرين سأل اللعيبة قادرين تلعبوا قالوا يا كابتن إحنا هنلعب وهنكسب كمان وبالفعل ده اللي حصل شفنا 90 دقيقة تدرس من النادي الأهلي سواء من اللعيبة على أرض الملعب أو من بيتسو موسيمانيا على الخطوط أو من كابتن محمود الخطيب اللي كان موجود بيدير الموضوع كله من فوق من المدرجات وأكد إن فرقته قادرة تلعب وحفظنا على كل حقوقنا قبل ما ننزل أرض الملعب عشان نضمن سلامتنا ومنجيش بعد كده يقول لنا معلش بقى ده مطش وعدة ويبقى لك أو هنشوف الموضوع ده بعدين أو روح بقى المحكمة الرياضية ويشوف هتعمل إيه لو كانت لقدر لنا النتيجة ما كانتش على مزاجنا لكن الفريق ده شخصيته بدأ اتبان هو آه الفريق يعني ما تقدرش تقول إن فيه أسامي بحجم الأسامي اللي كانت موجودة في أجيال الأهل الزهبية اللي قبل كده لكن أنا عايز أقول لك قعد اتفرج على الجيل ده واستمتع باللي بيحصل إحنا قدام بنا فريق وجيل تاريخي من أجيال النادي الأهلي كتير جدا التاريخية اللي ثابت علامة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي وإن شاء الله الجيل ده يكمل ويقصى بالبطولة السنة دي للموسم التاني على التواني الحقيقة فيه كلام كتير جدا يتقال عن مطش التراجي النهاردة لكن أهم حاجة بالنسبالي اللي يعني حابب أتكلم فيها هو حتة غياب الجمهور كان مهم جدا نشوف جمهور في مطش النهاردة خاصة بعد ما لعبنا مباراة الزهاب في رادس بحضور جماهيري وكان فيه شوية ألأ كده كان مهم النهاردة أن إحنا جمهورنا يكون موجود ويوصل رسائل معينة للعيبة قبل مباراة النهاء إن شاء الله اللي هتكون في المغرب وكل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله إن هي تكون موجودة في المغرب وتلعب المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي كلنا ثقة في لعبتنا وسواء حضر الجمهور أو ما حضرش فالفريق ده بيتبني بشخصية البطل بيتبني بشخصية النادي الأهلي كل عناصر دي إنه إيه النادي الأهلي موجود في الجيل ده عشان كده مش عايز أقول لكم ما تخلوش حتة غياب الجمهور النهاردة دي يعني تعمل شوية مشاكل عند البعض والناس تبقى متضايقة إن إحنا ما كناش موجودين ده قرار أمني وعلينا اللي التزام بيه لكن بعد كده إن شاء الله هنحط خطط ونحط تصورات إزاي النادي الأهلي يلعب مبارياته بجماهير في ظل وباق كورونا وفي ظل الأزمات اللي بتحصل مؤخراً وإن شاء الله نكون ملتزمين ونطبق كل المعايير ونشوف جمهورنا بيملى ملعبنا دوت على آخره الحياة الفترة اللي فاتت برضو كان فيه دعم كبير جداً للنادي الأهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي هنعرض منها شوية مع بعض ونتمنى النهاردة بقى غياب الجمهور عن الملعب ما يكونش بيوزيء غياب على السوشيال ميديا ونوصل رسالة للعالم كله النهاردة إن النادي الأهلي ده كبير قوي النادي الأهلي ده جمهوره ده حماية زي ما بنقول والنادي الأهلي جمهوره حتى لو مش موجود في الملعب فهو بيدعمه في كل مكان ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من يلا يا أهلي ونرجع بقى للدوري بعد ما نخلص من ماتش الترج إن شاء الله ونبتدي الاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله للموسم الثاني على التوالي وبفكركم إن مباراة الذهاب في الطرف الثاني في نص النهائي حسمها كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون رد على الوداد في المغرب وبنسبة كبيرة ممكن يكون كايزر تشيفز هو المنافس القادم في نص النهائي وإن شاء الله الفريق يكون عن الموعد ويحقق النجمة العشرة ويلا يا أهلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة